قدم وزير التعليم والتكوين المهنيين يسين ميرابي أمس السبت عرض أمام الحكومة حول تحذيرات دخول التكوين المهني المقبل وذلك على هامش اجتماع الحكومة والذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن وتمحور العرض حول تحذيرات دخول التكوين المهني سواء على الصعيد البداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها تقرير رميساء بكتاش في عرض من وزير التعليم والتكوين المهنيين يسين ميرابي حول تحذيرات دخول التكوين المهني الذي سيكون 11 أكتوبر جاء في العرض حول التحذيرات التي تم تحذيرها سواء على الصعيد البداغوجي أو من حيث المنشآت التي تمت تعبئتها مع الإشارة بأن القطاع يستعد لاستقبال 660 ألف متربس ومتمهن في مختلف أنماط التكوين بتأطير بداغوجي يضم 19 ألف ومئتين وثلاثة أستاذة وفيما يخص التخصصات المقدمة خلال هذا الدخول التكويني فتتمثل في نحو 407 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة منها 125 تخصصا بالنسبة للتكوينات التأهيلية قصيرة المدى و114 تخصصا للمترشحين ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي تغطي هذه التخصصات الموفرة 23 شعبة مهنية مقررة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهنية كما ركز القطاع على الشعب المتعلقة بالصناعة الرقمانة البناء الأشغال العمومية الفلاحة الصناعة الغذائية الإطعام الفندقة السياحة والصناعة التقليدية إضافة إلى الطاقات المتجددة كما قرر أيضا تمديد التسجيلات إلى غاية 11 أكتوبر بغرض فتح مجال الالتحاق بالتكوين للراغبين في ذلك وتدعو الوزارة المديرين الولائيين إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنجاح عملية التلقيح على مستوى كافة المؤسسات التكوينية من أجل ضمان دخول تكوين آمن